اشتركوا في القناة بسبب ظروف الدولية من اتفاق اسعار الموادة الغذائية في دول العالم بسبب الصراع الروسي الإكراني والحمد لله شكر تحملت الحكومة تحملتم كوزراء جميعا مسؤولية العمل على اتخاذ قرارات صعبة من اجل حماية المواطن وتوفير اسعار مناسبة نجحنا فيها الحمد لله شكر ولكن في نفس الوقت شفنا مجموعة قرارات اتخذت من بعض الوزارات بطريقة هنبيه تداعيات على المواطن اتمنى من سال الوزاراء يمن يتخذون قرار ان يحطون خطة مستقبلية او خطة استباقية واخد مجموعة قرارات بفتح الاستيراد ولكن كثير من القرارات بعض الوزارة يمن يتزم بيها وهو قرار مجلس وزاري وهو ملزم في اتخاذ القرار هذه القضية تحتاجها على النظر لا يكون الاجتهاد الشخصي على حساب الجانب الستراتيجي ولا يكون الاجتهاد على حساب المواطن هذا غير مقبول وتمنى سالوزارة ان التجمع بكل قرارات المجلس وزاري عندما ناخذ قرار يخص حياة المواطن ليس حياة المواطن غير قابل للنقاش ولا غير قابل للمصالح ذاتية او الشخصية او الجماعات نفوذ او تأثير على وفلاوزارة هذا غير مقبول ابدا حياة المواطن في شهر رمضان قلنا الوفر سلعة جيدة والوفر الوقود والوفر مواطن غذائية فعملية على المتنفيذ خاصة من البعض هذا غير مقبول اخوان وبالخصوص عند المسح حياة المواطن صادنا تقريبا فترة عند اجتماعات دورية لجنة خاصة لمتابعة ملف الكهرباء وكل اسبوع نعمل اجتماعات لكي نوفر الوقود والكهرباء للصيف القادم اتمنى من نساء الوزراء جميعنا التعاون في هذا المجال حتى نعبر ازمة نعم هناك تركة ثقيلة من العبد في خطة استراتيجية لتوفير الكهرباء لكن انجحنا الصيف الماضي بعبرها ونشر هذا الصيف نعمل لتوفير الاموال لتوفير الكهرباء ومن ضمنها ما قدمناه لاخوانا في البلمان ضمن قانون الامن الغذائي اتمنى هذا القانون يمشي حسب الرئيسي قدمت الحكومة من حق البلمان لناقشنا في بعض ملاحظاته ولكن في الجانب التنفيذ الحكومة هي المسؤولة عليها وعدم توفر الاموال سنتقل ازمة كبيرة في موضوع الكهرباء ان شاء الله اخوانا في البلمان تفهمون احتياجات المواطنين وشعبنا ويمر بطريقة لا يكون هناك تغييرات تؤثر على جوهر القانون ووجه منها اجتماع مجلس وزراء الاجهزة الامنية العمل بكل جد امن الوطني استخبار الداخلية للبعث عن بعض تجار الموت الذين يحاولون استغلون احتياجات المواطن والتلاعب بالاسعار هذا احتياج يشتغل عليه واطلبنا الاجهزة الامنية بكل قوة حاسب واطلبنا المواطنين جميعا ان يخبروا الاجهزة الامنية عن اي متلاعب بالاسعار حتى لا يكون هناك من ضعفان نفس استغل ظروف العراقين الاجهزة الامنية مستمرين كل الوقت في اجتماعات يومية لتوفير الامن ومتابعة الجماعة الترهابية التي حاولت تحصل على موضع قدم او عن نشاط اعلامي حتى تقول اننا موجودين بكل تأكيد لارهاب الجماعة الارهابية تحاول يومية ولكن الجزة الامنية البطلة تقوم بجهد كبير جدا للحد من هذه العمليات وسوف نستمر وعدنا عمليات ملاحقات يومية قاعد ننجح في علامات السباقية بان لا نسمح لهذه الجماعات الحصول على موضع قدم او وهم عن حصول هذه الجماعات عن جهد اعلامي التي تقول انه ما زلنا نتحدى نعم نتحدى هذه الجماعات ونقول لهم نحن لكم في المرصاد وسنقوم بعمليات كبيرة قريبا جدا لملاحقة ما تبقى من فلول هذه الجماعات الارهابية موضوع الآخر أيها السادة أيها العزاء أيها الوزراء موضوع المواطنين الشكاوى المواطنين اتمنى أن نستاذ وزارة شخصيا نجدون والاستماع على شكاوى المواطنين أنا تصلني كثير من الشكاوى في المطلوب المؤسسين والوزراء ومدراء العامين ووكلاء يكونون قربون من الناس والاستماع على شكواهم وتحقيق ما يمكن التحقيق أو أن يكون هناك مطالب موضوعية والمين حقق شوان نبحث عن حلول موضوعية لحل المشاكل الشكاولي يقدمها أهلنا شعبنا ونحن موجود اليوم فقط لخدمتهم أتمنى من قول السياسية أن تعمل بكل جد في أسعى وقت الاتفاق على صيغة لتشكيل حكومة حتى تقوم بواجبها والعمل على تخضير موازنة عام 2022 حتى تقوم بواجبها بالتزامات تجاه المواطنين المرحلة القادمة مرحلة مطلبات ومرحلة استحقاقات المطلب تكون في مستوى هذه المهمة ونكون في مستوى هذه التحديات وعبور العراق إلى بر الأمان